بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا فيكم في درس جديد من دروس التربذنية والدفاع عن النفس درسنا اليوم هو مفهوم اللعب الجماعي طيب معكم سيد بدر ناصر الفهيد قبل ما أدخل في درسنا في مطلبات النشاط البدني من مطلبات النشاط البدني الراحة الكافية التغذية السليمة اللبس المناسب الراحة الكافية هو أن الجسم يأخذ راحته في النوم ما بين 6 ساعات إلى 8 ساعات التغذية السليمة هو الحصول الجسم على العناصر الغذائية المهمة في وجباتك اللي هي الكربوهايدرات والبروتينات والأملاح والمعادن والألياف اللبس الرياضي المناسب اللبس الرياضي المناسب لكل رياضة هناك لبس رياضي مناسب في الشتاء يكون ملابس مناسبة وتكون أكمامها طويلة وقماشها يكون يدفي الجسمي في الأماكن الممطرة هناك ملابس مناسبة رياضة الكارتيه لها لبس مناسب رياضة كرة قدم لها لبس مناسب الجنباز لها لبس مناسب ممتاز طيب بعد ذلك نجند المكان المناسب والآمن عشان أنا أمارس الرياضة واستمتع برياضتي لازم المكان يكون مناسب وآمن مهيئ لأداء النشاط البدني مهيئ للرياضة مثلا كرة قدم ملعب كرة قدم كرة سلة ملعب كرة سلة الجنباز صارت جنباز مغلقة طيب بعد ذلك نجي الأحماء المناسب لأداء النشاط البدني ما هو الأحماء المناسب الأحماء هو إيش ممتاز تهيئة الجسم لأداء النشاط البدني ممتاز آخر المطلب اللي هو إيش شرب الماء قبل وأثناء وبعد النشاط البدني الآن تعرفنا على المطلبات نبغى نسوي واحد من المطلبات هذي هون مفروض لنا نلابس اللبس يالي مناسب والمكان مناسب وآمن وماكل كويس تغذية سليمة ممتاز الآن باقي أشو أهم شيء الأحماء مع بعض جاهزين يلا تمني الأول أبطال تمني الأول وعبارة عن المشي في المكان تمني استعد ابتدي واحد تنين ثلاث أربع مشي تنين ثلاث أربع أحسنت تنين ثلاث أربع امشي تنين ثلاث أربع ممتاز تنين ثلاث أربع أحسنت تنين ثلاث أربع ممتاز تنين ثلاث أربع أحسنت تنين ثلاث أربع آخر مرة جمع قف شهيق مع بعض ممتازين تملي الثاني زراعي في الوسط الضع ضغط اليمين في أربعة الدات والشمال في أربعة الدات ممتاز مع بعض جاهزين تملي استعد ابتدي واحد نين ثلاث أربعة سنت نين ثلاث أربعة ممتاز اثنين ثلاث أربعة أحسنت اثنين ثلاث أربعة ممتاز اثنين ثلاث أربعة اضغط اثنين ثلاث أربعة أحسنت اثنين ثلاث أربعة ممتاز اثنين ثلاث أربعة آخر مرة جمع قف ممتازين ابتدي تملي الثاني مع بعض دراعين جانب الرف دوران الضراعين من الخلف الأمام تم نستعيد ابتدي 1-2-3-4 حسنت 2-3-4 أحسنت 2-3-4 دوران 2-3-4 حسنت 2-3-4 ممتاز 2-3-4 آخر مرة جمع قف ممتازين تم نين الرابع مع بعض عكس التمين الثالث دوران من الأمام إلى الخلف تم نستعيد ابتدي 1-2-3-4 أحسنت 2-3-4 ممتاز 2-3-4 أحسنت 2-3-4 آخر مرة جمع قف درأي أسفل قف ممتازين التمين الخامس اليد اليمين تلامس الفقه بارتفاعه المستوى الحوض مع التبادل الذراعين والقدمين تم نستعد ابتدي 1-2-3-4 أحسنت 2-3-4 ممتاز 2-3-4 أحسنت 2-3-4 قف ممتاز شهيق زفير ممتاز طيب التمرين السادس مع بعض وقوف باعتدال ضم القدمين النزول لأمام أسفل ممتاز تم نستعد يبتدي 1-2-3-4 5-6-7-8 اطلع ببط 2-3-4 5-6-7-8 انزل 2-3-4 5-6-7-8 اطلع 2-3-4 5-6-7-8 آخر مرة تم نستعد قف ممتازين التمني الأخير مع بعض فتح القدمين أكثر من 9 صدر قليلا وننزول أمام أسفل تم نستعد يبتدي 1-2-3-4 5-6-7-8 اطلع 2-3-4 4-5-6-7-8 انزل 2-3-4 5-6-7-8 آخر مرة جماعة قف قد نفس مع بعض إلى هنا خلفنا إحماء كان هذا آخر تم نستعد ندخل الآن مع بعض على درسنا جسمي الآن صار جاهز إلى هداء النشاط البدني ندخل على درسنا مع بعض طيب درسنا هو التعرف على مفهوم اللعب الجماعي ما هو اللعب الجماعي مع بعض خنفكر شوي ما هو اللعب الجماعي جماعة يعني ايش أكثر أكثر من شخص ممتاز ألعب مع أكثر من شخص ألعب ضد أكثر من شخص واضح يا بطال للعب الجماعي يجنب الطفل الوقوع في برتان الملل أنه اللعب الجماعي ما يكون فيه ملل أنا معي ناس ما حسب بالملل فيصبح مع شريكه في اللعب أكثر حبا واستمتاعا بالألعاب التي بين يديه ويوفر اللعب الجماعي لأطفال اكتساب وتبادل المهارات فيمكن أن تكون لكل طفل طريقة خاصة في التعامل مع الألعاب أنا ممكن نلعب كلنا مع بعض كفريق واحد أنا أستفيد من صاحبي في مهارة هو يستفيد مني في مهارة خلنا أعطي مثال مثلا أنا مثلا كرة قدم فيها حارس فيها المدافع فيها المهاجم كلهم يساعدون لبعض بحيث إيش يصنعون هدف هذا مفهوم اللعب الجماعي واضح يا بطال ممتازين فوائد لعبة الجماعي لها فوائد كثيرة كثيرة جدا نجي مع بعض نشوف بعضها بناء الثقة أني أنا أكون واثق من نفسي ألعب مع الناس وقدام الناس بناء الاحترام الاحترام صاحبي احترام القصم المنافس لي واحترام قوانين اللعبة هذا هو الاحترام تنمية مهارات الاجتماعية الحصول على مهارات أفضل في العمل الجماعي وهي مساعدة زميلة للآخر في أن يطور مستواه أنا أشوف أشوفك تعلم منك أنت تشوفني تعلم مني ممتاز يا بطل تشتيع مشاركة الأسرة لحفاظ على اللياقة البدنية زيادة الروح المعنوية طيب من أمثلة للعاب الجماعية طبعا في كثير تقريبا أننا بنجيب جزء منها مثلا كرة قدم لأن أقلب الشعب أن يحبون كرة قدم أو أقلب الناس كرة السلة كرة الطائرة ممتاز كرة قدم كرة قدم أمريكية ممتاز كرة قدم الشاطئية كرة قدم الصلاة ممتاز هنا أكثر من مثال لهذه الرياضات الجماعية كرة اليد أحسنت طيب أخذنا أمثلة الآن نبغى نسوي لعبة مع بعض نبغى نسوي لعبة مع بعض نقرأ اللعبة شوي ونشوف إيش مطلبات اللعبة لعبة تنقل كرة داخل السلة لعبة تنقل كرة داخل السلة يقسم الفصل إلى عدة فرق الفصل أو المجموعة كل فريق من طالبين يقوم الطالب الأول بدحرة الكرة إلى زميله ليقوم من آخر بنقله إلى السلة وهكذا والفريق الذي يصير خال جميع الكرات بوقت أقل هو الفائز تمام طيب شوف الآن الفكرة أنه أنا واقف هنا وقدامي زميلي فريقي الثاني أنا دحرج للكرة دحرجة الكرة هي عبارة عن كرة على الأرض ودفعها إلى أن توصل لزميلي يجي زميلي يأخذ الكرة ويضعها في السلة يكون أندي كل فريق 10 إلى 15 كرة اللي خلص كرة أكثر هو الفريق الفائز نشوف مع بعض هنا هنا في أكثر من كرة أربع كرات وهنا الخامسة يدحرجها زي ما سوينا بالكرة يكون الطرف الثاني مستلم يأخذ الكرة ويضعها في السلة دحرجة الكرة دحرجة الكرة وليس رمي الكرة هناك فرق بين الدحرجة والرمي مع بعض نشوف دحرجة الكرة كيف الآن أنا ماسك الكرة أنزل تحت ودفعها هذه دحرجة الكرة واضح يا أبطال هذه دحرجة الكرة ممتاز الطرف الثاني أو اللاعب الثاني يأخذ الكرة ويضعها في السلة وصلت عنده هنا يأخذها ويضعها في السلة وهذه اللعبة أبطال فريق الذي يقوم بإدخال أكبر عدد من الكرات هو الفريق الفائز لعبة سهلة وجميلة وممتعة إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم الذي كانه التعرف على مفهوم اللعب الجماعي قلنا اللعب الجماعي هو اللي يكون تكون من أكثر من فرد ممتاز زي كرة القدم زي كرة السلة كرة الطائرة فريق تكون من أكثر من عنصر اثنين أو أكثر أشكركم لحسن استماعكم كان معكم أستاذ بدر ناصر الفهيد